أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بديو في هذه الفقرة الأساتذة الأستاذ جمال الزهيري إزاكي أستاذ جمال أستاذ عبد الحكيم أبو علم إزاكي أستاذنا عامل إيه؟ حمد الله كبتين لا ده كابتن فتحي كمان أول ما شاف أستاذ عف حكيم قاله لا قاله إيجا رفتت دي أه كان عاوز إيجا رفتت كابتن فتحي ده عشر دعوم إزاكي أستاذ جمال أولاً يعني طبعاً مبروك النادي الأهلي ووصوله إلى المباراة النهائية ولكن خلينا أخذ اللي حصل اللي حصل إنه اتهامات بتراجع مستوى النادي الأهلي في دور المجموعات وبالفعل كان مستوى متراجع ثم النادي الأهلي في النهائي كان عادا شوف النادي الأهلي يعني تعودنا معاه إنه هو مش بيلعب مباراة وخلاص هو هو بينظر للبطولة بشكل عام وشيء طبيعي جداً يعني ما كانش أي حد يتوقع أو فيه ناس كتير مش متوقعة إنه هو يمر من دور المجموعات ويصل إلى المباراة النهائية أو الدور النهائية لكن أنا بشوف إنه ده طبيعي يعني وارد جداً إنه المستوى يقل شوية بس أنت ما بتفقدش الهدف اللي أنت بتشتغل عشانه يعني يعني مش معنى إن أنا بعاني في دور المجموعات لأي سبب من الأسباب بسبب مباراة معينة أو كده ده مش معنى إن المشوار انتهى وخلي بالحضورة الكابتن ده بيميز النادي الآلي عن غيره من كل الأندية إنه هو ودايماً بنقولها إنه هو عنده هدف اللعيب عندهم هدف جهاز الفني عنده هدف عاوز يحققه الهدف إنه هو يكمل لغاية الدور النهائي ويكسب البطولة وعشان كده ده اللي بيفرقك عن مثلاً سانداونز يعني سانداونز من الفرق جيد يعني فرقة ممتازة ممتازة بلا شك لكن إدارة المباريات إزاي أنت تلعب مباريات الزهاب والإياب يعني أنا قبل المباراة بتاعة سانداونز والوداد المباراة الأولى اللي ينتهد بالتعادل السلبي والله ويمكن قلت مع حضرتك كان توقعي إنه الوداد ممكن جداً بأي تعادل بأي تعادل زي ما حصل إحنا قلنا هنا يعني مع بعض تعادل واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة وده اللي حصل بعض الناس يقولك إيه؟ لأ ده سانداونز هو اللي جاب الجن في نفسه آه لأ ما احنا معهم زي عاملة زي إيه؟ قطر الطهر ده 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 اسمه تفكير قاصر ليه؟ لأنه ضربة الجزاء اللي ضيعها قطر الطهر هي جزء من المباراة أيضاً الهدف اللي جابه سانداونز في نفسه ما هواش جاي من فراغ هو جاي نتيجة طريقة لعب الوداد صحيح اللي هو كبر معمول صح وقق وضغط بشكل كويس جداً على فريق الـ سانداونز سانداونز وعنده هدف يعني هي الفكرة اللي أنا عايزة وصل لها يا كابتن آه إن أنت بتتعامل مع المباراة ككل مش بتاخد إيه؟ ما تجيش تقولي مثلاً إحنا لعبنا الربع ساعة الأولاني كويس طب إيه يعني؟ أنا تجربت فرق اتنين مثلاً أو فرق اتنين أيوة ده كله كله كلام معلش يعني لما بيجي من ناس بتقول خبرة بتوع كورة يعني وبعين يجي يكلمني يقول أنت ما لبستش شورت مثلاً أنت لعبت فين؟ لا هي حاجة برضو بالمنطق يعني هي ما هيش يعني ما تجيش تحسبني والله أنا لو ما كنتش عملت كذا آه كنت كسبت أو لو كنت عملت كذا كنت مش عارف إيه الكلام ده كله افتراضات وهمية زي مثلاً الناس اللي بتهاجم كولر يعني حاجة بدواتي بتشير إلى أنه كولر كان في فترة معينة يعني مش فكرة شوز جماعة لا فيه ناس يقول لك آه يقول لك كولر ما عندوش فكرة طب أنا عايز أفهم مش فاهم يعني واحد واحد طب إيه ما عندو فكرة لا واحد واخد ثلاث بطولات في ست شهور في ست شهور سبع شهور وواصل إلى أنه هو النهاردة يعني بإذن الله مرشح لاستعادة درع الدوري الفوز بالدوري ومرشح للفوز بدوري أبطال أفريقيا مش هقول بقى فايز مرشح هل ده كله وراجل ما بيعرفش فكرة ده النادي الآلي بيكسب بجمهور طبعاً النادي الآلي بيكسب بجمهور وليون في المية ما هي الفكرة كلها إيه هي عوامل متشابكة الزبط كده وبعدين حسبني في الآخر أنا الإنجاز اللي أنا بعمله إيه أما واحد يجيو لك ده الآلي ما بيقدمش كرة حلوة إزاي ما هو ما بيقدمهاش إزاي إذا كنا بنتفرج على الماتشاط كولر عنده مشكلة أساسية إنه ما عندوش مهاجم اللي هو اللي احنا بيقول عليه رأس الحربة الصريحة قدر من خلال شغله هو يوظف ويعيد اكتشاف لعيبة لعيبة كتير جداً إنت عندك النهاردة الوسط دفاعاً وهجوماً من أفضل الخطوط اللي موجودة طب هل ده كله ده مش شغل يعني هل ده ممكن يكون معندوش فكرة يا ريت والله لو أنا معنديش فكرة واعمل الشغل ده كله طيب جميل من اتهامات بالوصول للدور اللي بعد أو دور الثمانية أو دور الستاشر من أطهر الطاهر بسبب أطهر الطاهر للوصول للمباراة النهائية والأفضل هجومياً والأفضل دفاعياً والأفضل في كل شيء ما بين هذا وزيك كيف ترى النادي الأهلي أولاً لازم نقسم المشهد لجزئين تفضل الجزء الأول وهو أن أنت دلوقتي بتتكلم على أن الأهلي بتحاول تضعف أي منافس الأهلي بيعديه وبتحاول تضعف من قيمة البطولة لا هو الأهلي اللي خلى يبنلك أنت أن البطولة سهلة ليه؟ الأهلي بيعرف يتعامل كويس جداً مع الأدوار بس تعالوا ما نبص أنا تملة بيحب لغة الأرقام يا كابتن يعني تملة ما أحب يتكلم على حد يتكلم عن جدوى المسابعة وعن بطولة أو أنا يتكلم بالأرقام النادي الأهلي جايب 24 هدف في النسخة دي لحد المطش دي 24 هدف 12 مباراة 12 مباراة بواقع هدفين لكل مباراة ودي مسبة على فكرة لو في المسابعة أتقرر مسبة كويسة جداً دخل في مرمى 8 أهداف منهم 5 في مطش واحد بمسابعة ونقف نتكلم عن جزئين مطش صندوز وإيه الدور اللي حصل ودي درس إداري درس في الإدارة إزاي تتخطى لا لا وأنا آسف جداً أنا كمان كويس أن أنت فتحت المطش ده ودرس إعلامي طبعاً لأنه الوقت ده تحديداً القناة الأهلي تعرضت لنقد كبير جداً وحبوم كبير جداً على أساس إن إحنا يعني بنطب بمجرد إن إحنا قلنا يا جماعة لسه أنا كل اللي قلته إيه كل اللي أنا قلته للفاكرين أنا قلت إيه آه أنا فكر يا جماعة السفينة لسه في وسط البحر مزبت كده يعني أروحها إيه يعني وغير كده وغير كده كابتن استام السفينة في وسط البحر وأنا لا أملك أي تغيير يعني مش هنفع مش لعب في نص موسم صحيح اللعبة دي اللي هكمل بيها فما عنديش أي اختار دائم سبحان الله وصلنا فينال وصل الأهلي فينال وحالياً الأهلي يحتاج إلى الفوز بست مباريات ست مباريات للتدوك بالدوري صح يعني أنت بتتكلم لو ربنا كرمك بالتلاتة اللي جايين دولي أطعت نص المسافة صحيح أطعت نص المسافة وخلصت الموضوع ده إذا ما تعصرش المنافسين تعال بقى أشوف الوداد اللي الناس بتقولك أصلي الوداد مستواء وأفضل من سنداونز لا لا بس هو الوداد بني وبينك أنا مش عايز أتكلم على المطش النهائي ليه تعديداً لأنه أنا عندي مطش يوم الاثنين تمام يوم التلات تلات مطشات الجوكرة الاثنين تلات مطشات أو عندي آه عندي تلات جمعة اثنين نظم تلات جمعة اثنين فأنا أنا بني وبينك إن بي طلع الجيش سرمك كره بطر أنا بني وبينك برضو من نوعية الناس اللي بتحب تقفل خلاص أنا عندي الناد الأهلي عنده بطولات كبيرة وعنده حاجات كتيرة جداً يعني زي جوار ديولة كده لما سألوا يا أستاذ زي إنه قال لك أنا ما عملتش حاجة فاضل تلات مطشات نهاي دوري أبطال أوروبا مع الفرق يعني مع المين مع الانتر بالزبط ونهاي الدوري اللي هو كان مبارح أو النهاردة يعني قبلها أرسنال خلص ونهائي كسر الاتحاد مع مانشستر ينايت فاضل لي تلات مباريات لسه في إيه في الموسم في الموسم اللي هم يا إما حاخد كل حاجة إما مش حاخد حاجة إما حاخد حاجة بس أنا كنت نسلم ما بتكلمش ما بتكلمش على الوداد على المباراة الفينال منافسة الأهل والزمالك ومركز الخورت الوداد من الفرق الخبيرة جداً جداً طبعاً قريب من النادي الأهلي طبعاً يعني بيعرفوا يديروا صحيح نفسهم مظبوط يعني طريقة اللعب اللي قدوا بيها أمام سانداونز طريقة فأنا مش عايزة أخد وقت كتير في الكلام عن النادي فأنا بتكلم على جزء الوداد الوداد ده نفسه اللي أنت بتتكلم بتحاول أنا بتكلم على جزء التناول الإعلامي للمنافس مقصودش المباراة تمام ولكن أنت بتحاول تبين دلوقتي إن الوداد أقل من سانداونز إزاي طب الوداد مش وارو إيه الوداد جايب 18 جون ودخل مرمى 6 أهداف على مستوم نفسات البطولة كلها طيب الوداد ده مش هو اللي خرج سانداونز صحيح ولكن أنت أمنيتك كنت عايز سانداونز أوكي خليك عايش في أمنيتك وهو أنت طول عمرك بها تفضل في بعض الناس بتتفرج على تفضل تحلم لكن الحقيقة فين الحقيقة الأهلي والوداد هم من نهاء النهاء بالضبط كده بربع لي الأهلي هذه هي الحقيقة دي الحقيقة دي هو الواقع بس انت احلم اطمع عيش في وهم لكن الحقيقة فين الأهلي والوداد الأهلي في النهاء المرة الستاشر في تاريخه وده رقم والمرة الستة على والمرة الرابعة التوالي الستة في آخر سبع سنين تمام ده أرقام خرفية أرقام يعني أنت ما تيجي تتكلم هاتلي فريق صدفة برضا صدفة كابتن كل ده صدفة مهمة جدا عشان معايا مكالمة مهمة من المستشار محمد عثمان والنهاردة الحقيقة الأستاذ خالد مرتجي احنا شفنا بوست ليه كان موجود على الفيسبوك أو على سوشال ميديا اتكلم فيه نوة قدم بلاغات في عدد كبير من المسيئين في حقه سيادة المستشار زي حضرتك كفان ده متحيات الأستاذ جمال والأستاذ عبد الحكيم أهلا بيك محمد بي خير على حضرتك ومشاهدينك الكرام والطاحبين المحترمين ربنا خليك زي حكيم أبو عالم قال التحيات الحضرت سيادة المستشار النهاردة يعني شفنا بوست للمهاندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وكان بيتكلم عن أنه قدم بلاغات في بعض المتجاوزين في حقه عن طريق حضرتك بالفعل يا كابتن إسلام احنا تفضلنا النهاردة بالعديد من البلاغات تريبا حوالي ترعب لغات لعيدة جهات بمناسبة قيام بعض الأكاونتات المدفوعة أو الميليشيات الإلكترونية المغبورة بشن حملة مكذوبة ضد المنطقة المتجنة هذه الميليشيات الإلكترونية تم ضبط أحدهم بيتم التحيير معاها احنا طبعا نعلم جيدا من يقف وراء هذه الأعمال القذرة للأسف التي اقتلي بها الواسط الرياضي منذ فترة ليست بالقليلة وإن شاء الله هنوصل لمرتكب هذه الجرائم لأنه له جزاءهم بالقلوية حبثوا زي ما غيره متحبث إن شاء الله سيادة المستشار كيف تأكدتم من هذا الأمر بمعنى أنا مثلا لو طلع لي أنا بسأل بقى حالك دي حاجة قانونية يعني عشان لو حصلت لي أعملها كيف نتأكد من هذا الأمر كيف نتأكد أن هذا الأكاونت مدفوع الأجر شوف بعض الأكاونتات منشأة حديثة مرتبطة أفضل الأشخاص أوكي وبعضها يتم تشكير ذات التويتات المجذوبة أو المدورة نعم يعني أي حد قريب من هذا الوسط يقدر يتبين أن هذه المسألة هي مدفوعة مقبورة الهدف واحد المصدر واحد وكيه حاجة كابتن إسلام فضل أفهمي بصمة الجريمة أو الإسلوب الإجرامي هذا الإسلوب الإجرامي معلوم بيتحلى أو بيتصد أو بيشتهر بأحد الأشخاص في هذا الوسط وإن شاء الله هنوصل ليس لمستكب هذه الواقع لأنه بيكون معظمهم شباب أو مقرر بيهم لكن من يقف وراء هؤلاء ويمولهم وإحنا عندنا الأدلة على دا وقت النالجات التحقيق فخلينا ننتظر ما تسكر عنه التحقيقات في هذا الأمر لا وحضرتك في الحاجات دي كمان يعني عارف كل حاجة وعارف الدنيا بتمشي إزاي وبالتالي ما بتقدمش بلاغ إلا لما يكون عندك أو تحت إيدك ما يدل على أن هذا الأمر يعني أو تمت الإساءة بالفعل من أطراف معينة للأستاذ خليد مرتجي بالضبط بالضبط وإحنا تقدمنا بكل هذه المعلومات التي تحت إذينا وبعد ذلك مقاطع فيديو بعض الأشخاص في احضاروا اجتماعات مع أحد المسؤولين مش هأخصح عن ذات حاليا خلينا خليت في حقيقة تاخد مصارها وإن شاء الله المونس خليت مرتجي وكل من تمت الإساءة لي إن شاء الله ياخذ حقه بالقانون طيب أخيرا سيادة المستشار فيما يخص كل الأمور الخاصة أو القانونية الخاصة بالكهرباء بالنادي الأهلي هل في جديد في هذه الأمور لا فهذه الأمور احنا بنتبع بنتبع القانون وبنتاخذ الإجراءات التي يكسلها لنا القانون والأمور مستقرة وكهرباء مستمر مع النادي مستمر إن شاء الله في النهائي وفي دعوة كنا أقبناها أمام القضايا الإداري بذلت منظورة جلستها يوم 14 عندنا فيها مستنرات وعندنا فيها تفاصيل كثيرة وجهة نظرنا فيها طبعا معلومة للكفة اللجنة انتباطها أشخاص لهم تقول الاحترام والتفضيل لكن هو القرار الذي قدر بإنشاء هذه اللجنة يتطفق مع اللوايح والنظم أو لا يتطفق دي هي نقطة الخلاف ومن حقنا أننا سنلجأ للقضاء في ظل غياب مركز التسوية والتحكيم الرياضي مركز التسوية والتحكيم الرياضي متوقف منذ قدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصف في قانون الرياضة متعلق بإنشاء المركز وبالتالي لجؤنا للقضاء الإداري في قرار إداري يتعلق بإنشاء المركز ولا يتكون منذها الرياضية ده حق يتكلمنا القانون وإن شاء الله اللعب مستمر وأي تفاصيل في ذلك ما أحضر دي محاضرة قانونية هو على الهوى للبعض لمن لا يعرف القانون يعني أو لمن لا زي يعني أنا مش هتكلم على حد أنا بكلم على إسلام اللي جاي طبعا وإحنا بنتعلم وده الفرق الحقيقة ما بين النادي الأهلي وأي حدث النادي الأهلي عندما يتكلم زي ما المستشار كده بيتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى يعني وبالقانون وبالورقة وبالألم فيعني كالعادة أنا بشكرك جدا ناسات المستشار على وجودك معنا وكالعادة دائما في ظهر النادي الأهلي في كل شيء فيما يخص النواحي القانونية شكرا جزيلا المستشار شكرا جزيلا أنا فندم على وجودك معنا وانا انتظر ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة فيما يخص البلاغ القانوني من خلال أو من خلال المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي اللي تقدم به المستشار محمد عثمان فيما يخص بعض الإساءات الخاصة والتجاوزات في شخص المهندس خالد مرتجي وعائلته تفضل كابتن أهم حاجة وأنا ببقى مستمتع جدا لما حد بيتعامل بالقانون حي سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات حي لأنه احنا مش في عالم الشتائم يعني مش هقعد أنا طول النهار أجتمك وتجتمني مش هنخلص لا ليه يا فندم لا يعني وانا ليه أنا بدلعب كورة على فكرة لا وفي حاجة اسمها قانون طالما وحتى في كل المواقف اللي بياخدها النادي الأهلي القانونية الحقيقة أنا بحي المسجر محمد عثمان ومن قبله بحي مجلس إدارة النادي الأهلي بقناة الكابتن الخطيب أنه هما ماشيين وفقا لهذا طبعا الأمر القانوني حي لأن ده ما يزعلش حد حتى فيما يتعلق بكهربا كل الإجراءات اللي متاخدها قانونية 100% محدش أنكر أن كهربا عليه فلوس خلاص لكن يدفعها امتى طبقا للقانون كويس موضوع إقافه من لجنة الانضباط النادي الأهلي استخدم حقه في أنه هو يطعم مع كل الاحترام لللجنة لكن استخدم حقه في أنه يطعم في قانونية سيد محمد عثمان ما تلاقوش قال لك قال لك العمل كده أو اللي خد القرار ده كان شغال في النادي أو كان عضو في النادي وإحنا ما تلاقيش الكلام ده لا هو ماشي قانون أنا يقول لك يقول لك الناس لهم احتراموا على دماغنا وكلهم كباروا ولكن نحن بتكلم على قرار إداري وبالتالي محكمة إدارية هي اللي بتشوف القانون له قوة مع شكدا بقول مخاضرة قانونية يعني القانون له قوة على الجميع بإحنا في دولة قانون دولة بتحترم نفسها فمن هذا المنطلق كل حاجة لو مشيت بالقانون مش هنزعل من بعض كل وقت يعني فيما يخص هذا الأمر أنا بس هو احنا ليه وصلنا لمرحلة إن الكابتن إسلام طلع قال كلام أي كلام هو أنا ليه بهاجم أجب حاجات تخص الكابتن إسلام صح أو غلط وتمت ناقشوه في اللي قاله صح ناقشو في اللي قاله يعني إيه أساسا الموضوع ده كله المهندس خالد مرتاجي طلع يوم الجمعة هتكلم معه في أحد برامج التلفزيون هتكلم قال إيه مع عمر عديد قال إنه إحنا بنطلب إن إحنا عندنا إحنا النادي سعد أربعة فاينال آخر أربعة سنين إحنا فرحة مصر إحنا اللي وصلنا ست مرات فاينال في آخر سبع سنين إحنا عدد إحنا بنغزي المنتخبات إحنا بنغزي المنتخبات إحنا النادي اللي بيفتتح فرح رابع باستثمارات مليار ونص وبنمد الرياضة المصرية وبندعم من شخص الرياضية إحنا بنطلب من وزير الرياضة إن يدعمنا زي ما بتدعم عن دية تانية إيه الجملة الغلط حتى لو قال الغلط بص أنا خيامش معك قال الغلط إنه أشوف كلامه ما تطلع تانية ليه بتزوء الناس أو في السين يطلع أو يقولك يهاجمه طيب هو وزير الرياضة نفسه ما تطلعش في 7 مارس 2021 7 مارس 2021 قال إن إحنا دعمنا النادي الفلاني بمئة مليون جنيه اللجنة الفلانية أنا مش عايد قول لا قول ده ألها في مدخلة طالما اتقالت اتقالت في مدخلة يوم 7 مارس 2021 مع الإعلامي عمر أديب إن إحنا دعمنا اللجنة لا تدير نادي الزمالك بمئة مليون جنيه آه نادي الزمالك يعني آه أوكي تمام قال كده فإنت الرجل الرجل بيتكلم على إنه هو دعم أماكن وإحنا ما دعمناش طيب إن فيه لايحة في الرياضة بتقولك إيه لو فيه فريق خد بطولة قرية ياخد مليون جنيه ده لايحة الوزارة لايحة الوزارة ياخد مليون جنيه النادي الأهل خدتون دورة أبطال أفريقيا مخدش ورج نيه أنا مش بكلمك في دعم بعشة المنشآت لا أنا بكلمك بقى إن ده لايحة لايحة عندك معمولة جوه وزارة الرياضة أنا لو خدت بطولة دورة أبطال أفريقيا كلايحة مكافأة من الوزارة بدي النادي رغم إن هي المليون جنيه ما تسويش حاجة في الوقت اللي حنا فيه دلوقتي بالنسبة لأرقام اللي بتاخدها اللعيبة بس حقك بس حقك النادي الأهل خدتون دورة أبطال دي لايحة دي لايحة وضعت في عهد لما كان الوزير العامل فاروق يتولى وزارة الرياضة الليحة اسمها لايحة التشجيع الرياضي انت عملت في الفترة دي واللايحة ما زالت مستمرة تدي من الأهل خد 20-20 و 21-21 مش هقولك على سوبر مش هقولك على كاس عاملان دي خللنا في الموضوع ده طب انت مش تعملنا ده تدي له فلوس تدي له حقه هو تكلم الرجل في حاجة غلط صح نقشف اللي قاله يعني رد تشتمه ليه صحيح تشتمه وتشتمه وتتجاوز في حاجات صح وحاجات غلط وعلى فكرة أنا بقولك عاب حكيم نفسه أي حد بيتكلم نقشف اللي قاله ما تروحش الجزء شخصي ده اللي أنا تكلمت فيه من 4-5 أيام كده برضه يعني الاسبوع اللي فات لما تكلمت قلت أنا ممكن أطلع أنتقد أداء ولكن أنا علاقتي مثلا في اتحاد كرة القدم هو في حد يقدر يتكلم عن علاقتي بمحابة ببركات مثلا أو بحازم إيمان طبعا لا وحتى لو أنت واحد مختلف معايا كابتن يعني حتى علاقة شخصية جدا علاقة شخصية محترمة لا لا واختلفت معاك لكن احنا مختلفين معاك فأنا بقول له مثلا يا بركات فيه كذا 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 فممكن يكلمني يقول له الله إسلام فيه كذا كذا يرد عليها ويرد عليها ويرد عليها بعد اطلع قول أنا عندي مشكلتي معنات الآلي يعني زي مثلا أنا سمعت برضو أحد الفيديوهات بيتكلم يقولك ايه احنا ماخدناش قرد من بنوك علشان نبني احنا عندنا 17-18 بيسين في النادي فأنا رضي قلت فأني مقر احنا عندنا 4 مقرات عايزين نعدي لكم كم بيسين فأني مقر فيهم ففهم أنا أقصد أقول لك أنه نتكلم بال يعني أنت أقول اللي عندك وأنا أرد عليك بمنتهى الاحترام مصبوط إحنا دلوقتي قلنا وقاعة كبيرة ليه بقى بتخلي اللي في النص يخش يقول ده أصله ده مش عارف ايه وده وتطلع الشكل اللي احنا بنشوفه خلال الفترة السابقة من من تراشق خلاص بيحدث من جانب واحد فقط خلي بالك دائما من جانب واحد فقط بعدين يؤمن دخلين قناة القالي يقول لك أصله بتراشق يعني إيه اللي يوقف التراشق هو المشكلة المشكلة الجمال المشكلة الجمال في النوط صح أنا اللي بقول على مسؤولية أنا بقول على مسؤولية النادي الأهل لم يتقاضى دعما مليم في آخر خمس سن من وزارة الرياض اطلع قولي لأ انت كذاب بلاش انت كذاب كلامك غير صحيح إحنا دين نادي أهل واحد اثنين ثلاث على فكرة أمور صهلة جدا كتن الموضوع سهل قولي ان احنا ديني النادي الأهل لا ولا علاقة علاقة محترمة جدا جدا وراجل على فكرة وعلى فكرة راجل محترم جدا 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 دكتور شرف صبحي ده لا يعني لسه كان من من أسبوع تعريبا في الختام كان في افتتاح بطولة كاسي كوس الأفريقية وعلى فكرة عمل حالة في الألعاب الأخرى بروح يستقبل كل حاجة على فكرة كويس احنا مش ضده رائع تمام رائع جدا بس احنا لما نتكلم نتكلم عن وقعة المهندس خلالة مرتجئة اونادها لما طلع يتكلم عن وقعة محددة بوضوح لا بس احنا ما راحتش الالتجاهات داخل بالك ده هو عشان كان فيه كلام تاني يتقال فبعض من لاي يشجع نيد القالي دخلوا في القصة فدخلت في اتجاهات احسر حاجة عملت القانون 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 وبالتالي خلص احنا نقفل القصة دي لانه وغير كده بقى هي نقطة اللي لازم نأكد عليها انت لك وجهة نظر مش لازم تبقى زي بعيدة عن الموضوع ده انت اختلفت انا مثلا كابتن اسلام طلع حاجة موضوع انا عمله صحيح كابتن اسلام يناقش الموضوع اللي مكتوب يقول لي يا شهر صعب حكيم الله معلومتك واحد اتنين ثلاثة غلط الصحيح انا فنادي الاهلي بنقول لك واحد اتنين ثلاثة دايما الفرق ما بين جمهور الاهلي انا اسف ما بين جمهور الاهلي واي حد تاني عندما خرجت قناة النادي الاهلي في الوقت اللي كان الكل بينتقد النادي الاهلي بعد مباراة سان داونز وحسارتنا خمسة اتنين خرجت قناة الاهلي والبيت الكبير تحديدا وقلنا انه احنا في وسط البحر الناس ساعتها ساعتها انتقدت ولكن بعد كده ايه اللي حصل كل او معظم الناس على الاقل لانه انا الحقيقة من النشطاء على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى السوشال ميديا بشكل عام فالناس بتبعتلي ما تزعلش يا كابتل اسلام او قولي الناس ما تزعلش عشان احنا كنا قصين ولكن ما بنحبش نشوف فرقاتنا كده اوه ده الفرق بقى ان جمهور الاهلي جمهور واعي جمهور عنده بيفكر كويس فيه ناس برضو يعني بتستفز الواحد جدا اما يقولك هو انتو عايزين كل البطولات لإيه الا يعني اول لا ايمانو ده برضو منطق لا مش منطق ايه المنطق فيه لا يقولك منطق عند اللي بيقولوه عند اللي بيقولوه يقولك يا عامم انتو ليستواخدين مش عارف ايه انا عايز اكسب يا عامم انا حر انا عايز اكسب 500 بطولة صحيح ايه المشكلة صحيح يعني ده حتى المعلقين العرب اللي شفناهم في الفترة الاخيرة اما ييجي ماتش الالي والرجاء المغربي او ماتش الالي والترجي شوف الكلام بتاع المعلقين ايه ان النادي الالي ده لازم يكون موجود في المكانة دي يعني هم نفسهم حتى في الدول اللي تنافس النادي الالي زي تونس والمغرب هم مقتنعين بان لان الارقام بتقول كده برافو عليك يعني ما هواش برضو بيجاملك صحيح هو لو بس ما شافش ولا مباراة ولا حضر ولا بطولة ومسك الورق وشاف البطولات شاف مسيرة النادي الالي حيعرف ان الكلام اللي هو بيقوله مش مجامل بداية الحلقة النهاردة كانت ايه ان البداية كانت في 2017 ايه اللي هي من سبع سنين سبع نهائيات ايه وصلت ست نهائيات اه يعني سبع سنين هل ده مالوش معنى هل ده مالوش معنى لا له طبعا لا له معنى مليون في المية يا يا كابتل انت عندك ادارة جمهور الاول واقف في ظهرك وعندك ادارة محترفة ومحترمة وعندك جهاز فني على مدار بقى ست سبع سنين اول حاجة واحنا بنكتب انت ما تيجي تكتب موضوع صحفي عن اي حاجة في الرياضة لازم تشوف الارقام الارقام بتقول ايه من غير مجاملة مثلا لقاءات الاهلي والاسماعيلي على مدار التاريخ لقاءات الاهلي والاتحاد اي نادي الاهلي هتلاقي فاز كم مرة اتعادل كم مرة خسر كم مرة ده واضح انا بقول حضرتك الفايصل اللي بيني وبينك في المناقشة الارقام لان الارقام مش حجاملك سريع يعني انا مش حقدراجي ايه اقولك انت بالعافية احسن منه وبعاك انا بتقول الاهلي هيدفع ضريبة مثلا لان انا عندي دربة خطة تاخد مثلا 10-15 بطولة ويهي المشكلة المشكلة يعني انا عندي مشكلة ان انا مثلا عندي دربة بتدور على كده عارف انه في الالعاب في الالعاب الصلاة احنا لعبنا السنة دي 21 بطولة مش احنا يعني تلعب 21 بطولة كم بطولة 17 17 ومع ذلك بيتم الترويج ايوه ان النادي الاهلي لو لان جمهور الاهلي واعي انه بيتم الترويج لايه ان النادي الاهلي يا جماعة خسر كاس الكؤوس الافريقية مؤخرا يعني وجايبين الصورة يعني هل المطلوب من رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس دورة النادي الاهلي ان لما النادي الاهلي يخسر يفرحوا يتبسطوا بس كويس يا كابتان حديك قلت حاجة في حاجة مهم جدا لازم نتكلم يعني هل ده المطلوب يعني ولا انا فهمه ايه انا بشجع نادي اكس فنادي اكس ده اتغلب وانا رئيس النادي او عدو مجلس ادارة فلازم حابق ازعلان انت بتقول كم بطولة طبيعي ولا انا بقول حاجة مظبوط لك كلام مظبوط كم بطولة من 21 سبعتاشر سبعتاشر انا متأكد واحنا بنتكلم مع بعض ان هذا الامر شوف رغم ان انت واخد سبعتاشر بطولة يدرس في النشاط الرياضي ومجلس الادارة ازاي مليون في الماء خسرت الاربع بطولات الاربع بطولات صحيح تخيل في حاجة توضح جدا ان انت المشكلة بتبقى عندك انت لما بتفقد بطولة بتبقى عندك انت في الفريق مش بتقول قوة المنافس وديه ده اللي بتاعة هتحصل النهاردة في فرقة طايرة النهاردة تحديدا النهاردة تحديدا بالصدفة يعني النهاردة الزمالك كان بيلعب نهائي دوري نهائي افريقيا في تونس في تونس نهائي بطولة افريقية للطايرة الفريق الزمالك سيدات ولا رجال 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 الفاينال وخسر 3-2 اه نهاردة الزمالك خسر اه معروفة على مستوى افريقيا على مستوى الاندية أقوى ثلاث فرقة هي الأهل والترجج الزمالك الأهل والترجج كانت مشاركين في البطولة على فكرة الأهل والترجج؟ ما كانت مشاركين في البطولة بتاع الطفرقة دي اللي بتقعب في تونس فالزمالك كان هو الفريق القوي الوحيد من الثلاث وعلى فكرة وسألت أي حد في الفولي هيقول لك الكلام ده فأنت الزمالك خسرت من فريق مش مصنف وأنا على فكرة طبيعي أنك تخسر دي في الأول وآخر رياضة بس اللي يثبت أن أنت ما أنا بتكلم عن جوزية أنت لما كسرت دوره كاس مش عشان أنت قوي لا عشان الأهل فرقته فيها حاجة فأنا مشكلتي في فريق وحيتم تدقيق فيها وهتتعالي في البطرة اللي جاية وبتتزبط كل حاجة تتعالي ده أكبر دل ده مش عشان قوتك لا عشان أنا عندي مشكلة وشغل على المشكلة بصلى يعني خلينا أنا مش هقول عشان مش قوتك هقول أنا عشان أنا عندي مشاكلي وإنا بحاول أحل مشاكلي وإحنا شغل أهل شغل علىها فعلا على الرغم من أن أنا واخد 17 بطولة من 21 ولكن زي ما الأستاذ جمال قال إيه قال إيه قال لك هو عارف يعني معلوما وإلاك تدقيق مصبوط في الأمر من قبل النشاط الرياضي مع مجلس مع شايدالي فإنما حدث انتوا ليه خسرتوا الأربعة بطولات دولة لو فرع الطائرة تحديدا فيه شغل عليه واجتماعات بتتم حاليا إله أخد بطلتين من أربعة في الطائرة وبرغم كده وبرغم كده بطلتين من أربعة لا لسه الموضوع بيدرس وفيه مشاكل وبتاعه يقولك لا عندنا واخد بطلتين من أربعة وقولك في مشكلة مفيش حد أقصى للبطولات صحيح في النادي الآن فيش حد أقصى مستهدف للبطولات لا لا خالص خالص طول العمر كده إحنا يعني حتى من خلال المتابعة يعني خلينا أقول لحديك إنه مثلا ألعاب الصلاة تحديدا بتصرف كتير جد طبعا ده ألها المهندس 450 مليون جنيه خلاص أهو أنا معرفت أنه ألها 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 في مداخلة أه وبدون عقد خلينا نتكلم بشكل أهو بدون عقد أهو ومع ذلك بيتم ليه لأنه هو نادي احتراما لا احتراما لجمهيد من الدلالي طبعا لبالك عندك مجلس إدارة بيحترم جمهيد من الدلالي وبالتالي بيعمل كل حاجة حتى لو حييجي ما أنت الفلوس دي ممكن تحطها في حتة تانية تعمل لك طفرة جبيرة جدا في حاجات كتيرة لا وده من ضمن بعد ذلك كابتن فضل ده من ضمن اهتمام مجلس الإدارة بالأعضاء كمان لأن انت عندك قطاع غير البطولة يعني غير قطاع البطولة اللي انت بفوت تكتابه صحيح عندك مئات الأولاد والبنات اللي بيلعبوا لمجرد المبارسة صحيح فده شيء برضو مطلوب هو التوازن ده مهمة قوي صحيح أن انت تبقى شغال ودي قلناها برضو ماشي في البطولات والمنافسات وأيضا ماشي في المنشآت هل ده يزعل حد؟ لا طبعا ما يزعلش المفروض هو واضح أنه يزعل للناس لأنه عندما يخرج المؤنس خالد مرتجي وهي طالب بحقه من وجهة نظر النادي الأهلي فهاش مشكلة على فكرة بالعكس وعلى فكرة أعتقد أنه المسؤولين بياخدوا الأمور دي بشكل يعني ما هي المشكلة مش في المسؤول مشكلة بقابش في المسؤول مشكلة في اللي بيحاول أن يدخل السؤول والمسؤولين في النادي الأهلي والمسؤولين للأهلي أيها بالضبط دكتور أسف نفسه راجل محترم جدا ويعني ممكن يكون خاد الكلام ويقول ويدرسه ويعمله عشان يشوف يمكن هو ممكن يكون نقطة غايبة عنه يشوفها وبالتالي فأنا معرفش إيه اللي حصل ومين دخل في الموضوع ومين قال إيه هنا ومين عمل إيه هنا عشان في الآخر يحصل اللي احنا عموما خلينا نرجع أو عشان يعني وقتنا النادي الأهلي وخلاص وصلنا للمباراة النهائية أنا حتى النهاردة قلت أن احنا لن نتكلم في أي بطولة أفريقية إلا بعد انتهاء الثلاث مباراة بزرور نحن عند مباراة يوم الثلاث أمبي جيش يوم الجمعة ثم سرميك وبالتالي خلينا نتكلم على عودة الدوري خصوصا بعد أربعين يوم تحديدا تقريبا النادي الأهلي لم يكن متواجدا وعلى الرغم من ذلك النادي الأهلي هو متصدر الدوري تمام هو مهم جدا أن كولر في المرحلة اللي جاية دي إزاي يقدر يحافظ على اللعيب الأساسيين ويدفع ببعض اللعيب الآخرين دون أن يتأثر موقفه في الدوري لأن ده مهم جدا ومتأثر الأداء برضو خلي بالك نعم والأداء والأداء طبعا لا والنتيجة مهمة جدا جدا أنت النهاردة رغم غياب النادي الأهلي عن المشاركة في الدوري أقرب الفرق بقاله مثلا فيوتشر مع كل الاحترام بقاله كذا مبارا بيتعادر يعني حتى الآن أنت متقدم رغم أن لك ست مباريات أو سبعة ستة ولا سبعة سبعة مباريات حلو وبعين بقى الناس برضو وفي أن ده لعبة أنت لعبت 21 في أن ده لعبة 28 ده لأسبوع 29 هنعبو بتاعي فيه نقطة لما تشوف المباريات اللي لعبها النادي الأهلي برضو دي نقطة لازم تطدقال خلال الفترة اللي فاتت دي النادي الأهلي لعب كم مباراة مع كولر 42 مباراة اي أقوى فريق لعب في الدوري 29 مش كده يعني أنت أولا أنت بتلعب ماتشاط وبطولات مختلفة يعني وضعيتك لأ وكمان البطولات دي مش جوه مصر بس زي 29 المباراة انت تنقلت بكام مدينة وكام رحلة انت لعبت كاس عالم أندي ولعبت سوبر في الإمارات وسوبر في الإمارات ودورة أبطال رحت السودان ورحت جنوب أفريق اللي 42 مباراة تقول يا كابتن إسلام مهم دولي حسابه برضو عليك انت قصو بعد الناس تقولك ايه طب الأهلي ليه ما بيلعبش طب حيلعب ما هويلعب امتا لا خليك انت أوصل للنهائي اللي بيقول كده أيوه خلي أي فرقة توصل بلاش عشان ما يقولكش خلي أي فرقة توصل للنهائي وحيتأجلها والله يقول لنا عن طالب بتأجيل ماتشاطه ده تمت مخالفة الليحة في مطش المقاولين اللي قبل ساندونس آه بالمناسبة صحيح تم مخالفة الليحة في مطش المقاولين اللي كان قبل ساندونس أيوه كمان الفكرة ما هو أنت المباراة لم تؤجل رغم ان الليحة بتقولك ان انت المفروض تيدي اربعة تيام بالزبط نرجع بس النقطع برضو مهمة انه أنا شخصيا يعني مطمئن ليه طريقة كولر في التعامل مع كل هذه البطولات وازاي هو بيقدر يحافظ على كل لعبته يعني لو تلاحظ انه فيه دايما تغييرات في اللعيبة صحيح تدوير ها موجود بشكل كويس مخالي عندك النهاردة رغم فيه لعيبة أساسيين مصيبوا وبتعدوا زي أكرم توفيق كريم فؤاد كريم فؤاد عمر الشريع على فترات متولي متولي لكن مع ذلك مع ذلك انت قادر ان انت يعني تخلق البدائل اللي تقدر تعمل تحافظ لك على الهدف بتاعك من المشاركات دي ان انت ماشي ماشي الله في كله بشكل كويس هل ده يحسب لكولر ولا عليه يحسب مفاعد فأعتقد انه كمان كولر استفاد وانا بقول انا يعني عشان برضو الناس اللي بتقول انه هو ممشيها كده استفاد جدا من الهزمتين اللي تعرض لهم في كاس العالم للاندية مع فريقين من كبار الفرق ريال مدريد كان على مشارف نهاية دورة الطالة اوروبا والفريق التاني البرازيلي فلمينجو هو لو لعب معاهم بطريقة فيها تحفظ اللي انا عايز اوصال الوئيه كانت النتيجة تبقى اتنين واحد غير اربعة او غير كذا لكن اعتقد انه استفاد من هذه التجربة انت تجد انا انا بشوف يا سوزعب حكيم انه بعد مباراة سانداونز الوضع اختلف طبعا كولر بص عشان نبقى متفقين حتى فداولي بالمناسبة اه طبعا يعني برضو بص هو راجل ده ده يتحسيب له مش تحسب ضده طبعا تحسيب له انه هو راجل ما كابرش يعني راح ماتش سانداونز هو راجل ممكن ما شافش الاجواء دي كان متعود مع النادي الاهلة على شكل معين على فرق معينة على طبيعة معينة راح مع سانداونز فاتح بطبيعة اللعبة بتاع تنادي لها اللي هي الطبيعة الهجومية بس انت لازم تعترف ان سانداونز النسخة بتاعتهم السنة دي هي اعلى نسخة لسانداونز من ساعة ما بدأ يظهر بالنسبة لنا في 2016 لما كسب دوره الابطال انا اعترف بهذا الامر لان انا اذا اعترفت بهذا الامر يبقى انا اعترف ان مفيش حاجة اسمها ارقام الارقام بتقول ان افضل نسخة السانداونز اللي خدت دوره ابطال افريقيا 2016 وجهة نظري مزبوط ما تجيش تقول لي اصلوا احنا افضل نسخة اللي قال لي اللي في 2019 ليه كانت مع هموسيماني McCpn اللي هي النسخة اللي كانت مع هموسيماني مع هموسيماني مع هموسيماني اه مع هموسيماني انا اقصد اقولك ايه انه انا بشوف ان افضل نسخة هي النسخة اللي بتاخد بطوله ايوة طبعا مش اللي بتوصل للقابل النهائي وتتغلق تتطلع ايوة سلو جزء كبير في التقييم يا كابتن مش اللي أنا بلعب كويس صحيح الجزء مهم حاوي صحيح بتاخد ايه بعد ما بتلعب انا بتكلم على انه هو استفاد من المباراة وابتدى يحسن شكل معين في طريقة اللام ده انا معك فيه تمام وابتدى يشتغل على الجزء بدا ليه كل المقشطات اللي عدت احنا ما جاش في الاهل الهدف واحد بس في اخر عشر مباراة تقريبا ما هو ده الوقت اللي احنا اللي كان الكل دايما اللي جمهور الاهل يحطي ايده مع اعلامه ومع نقاده ومع كل الرياضيين وقفنا كلنا وقفة ضد الهجمة الكبيرة اللي كانت على الناد الاهل عشان كده الناد الاهل رجع واقف بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله نمسك الخشب واخد كل حاجة لغا دلوقتي يعني ديست طبعا قدامنا دوري وقدامنا كاس وقدامنا سوبر وقدامنا نهاية افريقيا ولكن احنا على الثلاث بطولات اللي فاتوا او على الفترة من بعد المباراة سان داونزو غاد الوقتي ولولا وقفت جمهور الاهل مع لعبتهم ومع جهازهم ومع حضرتهم طبعا عنصر مهم جدا هذه الامور هتتغير تماما مليون في المية حتى لو الجمهور كان غضب العنصر الوحيد اللي من حقه العنصر الوحيد اللي من حقه يغضب العنصر الوحيد اللي من حقه ينتقد من حقه انك تهاجم لان انت بتحب النادي بلا غرض وبلا هدف تمام لكننا بتكلم على ان انت كل استفاد من التجربة كل استفاد من المباراة بمعنى ان انت لما خسرت الفريق استفاد ابتدى الجهاز الفني يشتغل على المشكلة اللي كانت عنده وحسن فيها من وقتها بتشوف النادي الاهلي ابتدى يغير في الطبيعة الدافعية وابتدت الأمر تبقى أفضل وابتدت تشتغل على جزئية ان انت بتلعب تلاتة نص ملعب دي حاجات فنية شوية فهو الراجل استفاد من المباراة انا بيرسي تاو احسن شخصية نظري ان بيرسي تاو احسن الشحات تحديدا لهم جد تنظيم الدفاعي طبعا الدفاعي وليس الهجوم طبعا ولكن الدفاعي هو الأهم الراجل قال تصريح على بيرسي تاو قال التصريح على بيرسي تاو تصريح مهم جدا وده اندهاشتنا محا تشوف قدامه يعني انت بتاخد منه لو ما يجي تكلم وتوديف مشكلة الراجل قال تصريح على بيرسي تاو انا عدت مستني والله يا كابتن الاسلام وتبعت معظم مسالة على ما شوفهم هيعلقوا عليه ولا لا محدش كلمة قالك ان بيرسي تاو يعني اول سنة بيرسي تاو تهاجم كتير جدا ان صفقة فاشلة وان صبت مزمنة الراجل قالك يعني فسر المشكلة مفيش واحد يا كابتن الاسلام والله العظيم تبعت القناة كلها اشوف التعليد حد اخده عشان يطلعوا نفسهم غلطين لما كان بيهاجم بيرسي تاو الراجل قالك مشكلة بيرسي تاو لما جيت كان ايه كان بيتصاب اول ما بيرجع بيبعان درقبش دي نعب المباراة كاملة ويهي لعب المباراة كاملة فجدت اصابة بتاعته قالك انا كبحت جماح بيرسي تاو كل اللي عملته كبحت جماح بيرسي تاو ودخلته واحدة واحدة للمباريات لحد ما وصل للمرحلة البدنية المهمة فابتدى يكون موجود معه ويكون مؤثر طيب كلكم كنتوا بتهاجموا مش تاخد تصريح يا راجل بتتكلموا عليه ان بيرسي تاو ما عندش صابة مزمنة بان ما فيش مشكلة ليه مش هينفع اصدق ما هو المشكلة ايه لا المشكلة ايه ان انت لما تبقى ناقد او محلد ما تتكلم عن الحلو وعن الوحش انت ليه بتتكلم عن الوحش ليه بتتكلم عن الوحش بس بس لكن لما يبقى فيه حاجة حلوة يعني لما تيجي تقول بيرسي تاو مين اللي جايبه موسيماني موسيماني معرفش يوظفه زي ما وظفه كولر صح ولا يا كابتن؟ ما لسه قلت الكلام؟ اه يعني في الفترة دي انت عندك يعني من المفترض ان انت تجد بيرسي تاو مع موسيماني افضل كتير من مسخته ايوه ده لا ده دلوقت بقى ايه بدل ما يطلع يقولوا احنا غلطانين ان احنا كنا بنهاجي ومقول صفقة فاشل يقولك ايه بيرسي تاو الاهلي بابحس تجديد عادو يا جماعة رجعوا يا جماعة ابوس ايديكم يعني خلوا بس احنا كنا زمان يلا كنا زمان والله العظيم كنت تجيب الخبر يرجع وراك ثلاثة اربعة من اصدقية الخبر وصحيته دلوقت ايه واحد يطلع يضرب يا جماعة الرجل ده الاهلي اعلى موقع الرسم العقل ده اربع سنين يعني لسه قدامه سنتين تانين بتحجمه بتتكلمه فين عايزين تتبصره دوره على المعلومة بس يعني ده حاجة معلومة موجودة على فكرة ومتاح فاكر بمناسبة بقى اخر حاجة هاني عشان وقت انتهى لكن اخر حاجة فاكرين لما طلعت الناس الاعلاميين المحترمين المحايدين اللي في كل مكان تعلموا من منظومة سانداونز فاكرين او انا مش تخافك منظومة سانداونز عندهم خمسة والتمنمائة الف واحد شغالين في مش عارف فين وفين 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 طب ايه لما بنتعلمش لماذا لا يتعلم الان اي حد من النادي الان وخلي بقى لحدك التلافات المجال لنقطة مهمة مش كولر لوحده حقيقة يعني كولر والجهاز كله بكل مكوناته كابتن حلمه طولان كان في لقاء قريب الجملتين كابتن حلمه طولان كان في لقاء قريب من اسبوع الجملتين بيتكلم بكله طبعا على ان اصبح المدير الفني لنادي سلاميك كله بطر كان في لقاء مع مش عارف مع كابتن أحمد شوبير او مش فاكر مين فبيتكلم بيسأله بقوله مين انت اشتغلت في معظم عنديت الدورة وبتاع مين مؤسسات اللي انت شايفة ناجحة قال له بص الاهل طول تاريخه ناجح ليه؟ قال له ليه؟ قال له الاهل بيتعامل كمؤسسة مش مين الشخص اللي بيدير او مين مجلس اليدارة اللي بيدير دي مؤسسة مشية زي الساعة الاشخاص تيجي تضيف للمنظومة او تقلل من العمل لكن المؤسسة مشية تشوف الاهل قال له كده تشوف الاهل سنة الخمسين هلتقيه هو الاهل اللي موجود دلوقتي بنفس سيستم الشغل هتشوفه الى الفين وخمسين هتشوف الاهل بقال كده بالنص فبص وقال لك ايه قال لك انا محدش يدريزيل علي انا رمز من رمز نادي الزمالك وده حقيقه طبعا محدش يدريزيل عليك مباريات القادمة عندنا ثلاث مباريات مهمة جدا وصعبة جدا سواء امبي او الجيش او سيراميكا كيلوباترا خصوصا بعد تولي كابتن حلم توران الادارة الفنية سيراميكا كيلوباترا فانا تمنى ان شاء الله ان اللي يستطيع ان يحصد تسع نقاط ان شاء الله في هذه المباريات انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا بشكر حضراتك شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيتك